أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك تفاهم الحكومة للمطالب المشروعة لهيئة التدريس والكوادر الإدارية الجامعية وشدد رئيس الوزراء لدى لقائه رئاسة جامعة عدن على أهمية انتظام العملية التعليمية وعدم الإضرار بمصالح الطلب وأن أي مطالبات سيتم معالجتها وتعامل معها وفق الأطر القانونية لافتان إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومعايير الاعتماد الأكاديمي وتطوير مناهج التدريس في الجامعات باعتبارها مخزن الكفاءات للدولة